بس في حكاية لذيذة يعني كان فيه فيديو تقديمي لعبد الرحمن مجدي النهاردة على الأكاونتز أو السوشيال ميديا بتاعة بيراميدز معمول لذيذ وحلو وعجبني أنا بالمناسبة المنافسة اللي بقيت بين الأندية على تقديم اللعبين والأفكار حلوة لذيذة تطور كبير جدا في السوشيال ميديا في كل الأندية تقديم يعني فكانوا مستخدمين أغنية ومستخدمين المسك بتاع المطرب تويلت تويلت ده من المطربين الترند دلوقتي الناس كلها بتحبوهم وهو مميز جدا بصراحة طالع بمسك ما نعرفش إحنا شكله إيه فهم عملوا الفكرة كده إنه عبد الرحمن مجدي لابس مسك وبيقلع المسك وأول الفيديو فيه جزء من الأغنية بتاعة تويلت فالموضوع لذيذ يمشي يعني ولكن تويلت بقى اتدايق اتدايق اتنرفز ما عجبتوش الحكاية فراح نزل استوري على انستجرام لو معنا الشباب نعرضها وقال لك وقال لك أنا مش عاجبني هتقولي بس الاستوري الأول بعد كي نشوف الفيديو مش معنا الفيديو طيب خلاص تعالوا الفيديو معنا مش موجود الاستوري طبعا أنا أقول لكم الاستوري كان فيها إيه هو بيقول في الاستوري يعني إنه هو مين قال لكم تستخدموا مين إداكم الحق إن إنتوا استخدموا الأغنية أو المسك وقالي أنا أخد إجراءات قانونية لو الحاجات دي ما تمسحتش وكتب في الآخر الأهلي فوق الجميع فهو واضح إنه هو مش بس مددى عشان الحقوق والحاجات دي هو مددى عشان هو راجل أهلي أوش حد ما كتب الكلام ده كله قال لك الأهلي فوق الجميع بالمناسبة بالمناسبة هو التصوري يعني إنه المسك ده مش حقوقه بس هو لو بيتكلم على جزء من الاونية فأكيد دي حقوقه عشان هو قال أنا همسح الفيديوات لو ما تمسحتش ياخد إجراءات لو بيكلم على اونية فوارد إنه دي تبقى حقوقه طبعا لكن قصة المسك دي عادي يعني فيه ألاف الناس ومئات الناس لبسوا مسكات وحاجات كده وكون إنه هو بس إيه عرأي ناس أقولك النهار ده إيه توليت ما باين لناش وشه بس باين لنا انتماؤه آهي آهي معانا آهي باين لنا انتماؤه قال لك مين إداكم إذن بالكلام ده هاخد إجراءات قانونية لو الحاجات دي ما تمسحتش والأهلي فوق الجميع باينش وشه بس باين انتماؤه